اشتركوا في القناة عضوة لجنة التنمية الاجتماعية بولاية السيب عضوة لجنة الأوقاف بولاية السيب حاصلة على وسام السعونة إلى الخير على مستوى دول مجلس التعاون إن لله وإن إليه الراجعون ولا حول ولا كوة إلا بالله العليل العظيم انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم سائلنا المولى عز وجل لها الرحمة والمغفرة وبحسب بعض الوسائل فإن رحيمة بنت حبيب المسافر كانت تعالج في شهر 12 2021 في أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتم الكشف عن المرض التي كانت تعاني منه وتدهرت حالتها في شهر يناير الماضي الأمر الذي تم ترجيحه أنه يكون سبب وفاتها إنها توفيت صباح اليوم إن لله وإن إليه راجعون وقال فريق ولاية القابل الخير عن وفاة رحيمة بنت حبيب المسافر بكلوب مؤمنة بقضاء الله وقدر ويتقدم منتسب فريق ولاية القابل الخير بخالص التعاز والمواساء إلى عائلة الأخت رحيمة وأعضاء جمعية الرعاية للأموم والطفولة سائلنا المولى عز وجل لها الرحمة والمغفرة البقاء لله وإن لله وإن إليه الراجعون كل من عليها فان الله يرحمها ويغفر لها